بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيمية 2 ثلاثة ما كم معلمتكم العنود ناصر يعتابي ونرحب بأستاذ لغة الإشارة صالح العجان اليوم بإذن الله سيكون الدرس الثاني في هذا الباب وهو الكربوهايدرات نحن في فصل الثالث كيمياء الحياة المركبات العضوية الحيوية وصلنا إلى الدرس الثاني وهو الكربوهايدرات فكرته الرئيسة تزود الكربوهايدرات المخلوقات الحية بالطاقة واحد والمواد البنائية ماذا تعلمنا في الحصص الماضية؟ كان درس البروتينات على ثلاث حصص البروتينات، أنواع البروتينات ووظائف البروتينات سيكون بإذن الله درسنا هذا اليوم الكربوهايدرات أنواع الكربوهايدرات سنبدأ في السكريات الأحادية إذن الدرس الثاني هو الكربوهايدرات فكرته الرئيسة تزود الكربوهايدرات المخلوقات الحية بالطاقة والمواد البنائية لدينا هدفان تصف تركيب السكريات الأحادية والثنائية وعديدة التسكر وتشرح وظائف الكربوهايدرات في المخلوقات الحية مراجعة المفردات المتشكلات الفراغية سيكون لها ارتباط في درس اليوم وهو نوع من المتشكلات ترتبط ذراتها بالترتيب نفسه ولكنها تتجه في اتجاهات مختلفة في الفراغ مفرداتنا الجديدة هذا اليوم الكربوهايدرات والسكريات الأحادية أيضا نعود لهذا التصنيف في البوليمرات ومبلمرات طبيعية من ضمنها النشا والسلولوس سيكون لها ارتباط كذلك في درس الكربوهايدرات لنناقش معا مثل ما تعودنا الفكرة الرئيسة تزود الكربوهايدرات المخلوقات الحية بالطاقة والمواد البنائية الآن تعرف على الصور التالية وحدد المركب العضوي الحيوي المحتوي عليه لاحظ ما هي هذه الصورة خبز أحسنتم ما هو المركب العضوي المحتوي عليه الصورة الثانية ماكرونة رائع ما هو المركب العضوي المحتوي عليه الآن سكر نوعين أبيض وبني أحسنتم إذن ما هي المركبات العضوية وما الوظيفة الأولية لهذا أو لهذه المركبات العضوية في المخلوقات الحية إذن هي تحتوي على الكربوهايدرات تحتوي على الكربوهايدرات وهي مصدر للطاقة هي مصدر للطاقة هذه الوظيفة الأولية النظام الغذاء القليل الكربوهايدرات طريقة مفضلة للتحكم في الوزن لطاقة الجسم وصلنا في هذا التصنيف للمركبات العضوية للجزء الثاني فيه وهي الكربوهايدرات وانتهينا من البروتينات الآن لنقوم بتعريف الكربوهايدرات ونشرح بالتفصيل عنها أولا تعريفها هي من ضمن أنواع المركبات العضوية وهي حيوية إذن هي مركبات عضوية هنا تحتوي على عدة مجموعات من الهيدروكسيل إذن أكثر من مجموعة هيدروكسيل وأيضا مجموعة من الكربونيل بما أنها مركبات عضوية إذن تتكون من الكربون ومن الهيدروجين وبأنه يوجد لدي مجموعة كربونيل إذن يوجد لدي أيضا عنصر الأكسوجين إذن العناصر المكونة للكربوهايدرات كربون وهيدروجين وأكسوجين الصيغة العامة CnH2On لا يعني ذلك أنها تحتوي على جزيئات ماء ولكن الماء عبارة عن ارتباط بين الهيدروجين والهيدروكسيل عندما جمعنا نجمعها في الصيغة العامة سيعتني بهذا الشكل لكن هنا ليست تحتوي على جزيئات ماء إنما تحتوي على مجموعات هيدروكسيل متعددة وأيضا ذرات هيدروجين وسنتعرف عليها الوظيفة هي مصدر للطاقة المختزنة مصدر للطاقة المختزنة قد تكون الكربوهايدرات في الحليب قد تكون في الفواكه في الخبز وفي البطاطس بالنسبة لحجمها قد تتراوح بين وحدة بنائية واحدة إلى بوليمرات من المئات أو أحيانا آلاف وحدات البناء الأساسية إذن هنا لدينا تنوع في الأحجام أنماء الكربوهايدرات ثلاثة سكريات أحادية سكريات ثنائية وسكريات عديدة التسكر السكريات الأحادية الثلاثة الجلوكوز جالاكتوز والفركتوز هذه هنا لدينا سكريات أحادية سكريات ثنائية تكون عبارة عن ارتباط سكرين مع بعض أحاديين لدينا النوع الأول سكروز والنوع الثاني اللاكتوز سكريات عديدة التسكر الجليكوجين النشا والسليلوز سنتعرف عليها بالتفصيل اليوم سيكون تركيزنا عن السكريات الأحادية تركيزنا على السكريات الأحادية وهي الجلوكوز والجالاكتوز والفركتوز وسيكون الفارق بينها إذن السكريات الأحادية في البداية نقوم بتعريف السكريات الأحادية ثم نعرف بعد ذلك أنواعها الثلاثة هي سكريات بسيطة هي سكريات بسيطة معناها أنها أبسط أنواع الكربوهيدرات سكريات الأحادية أبسطها أبسط من الثنائية وأبسط من العديد عدد ذرات الكربون فيها تحتوي أكثر سكريات الأحادية شيوعاً على إما خمس أو ست ذرات كربون إما خمس أو ست ذرات كربون ما هي المجموعات الوظيفية فيها؟ ما هي المجموعات الوظيفية فيها؟ مجموعة الكربونيل وهي سي دابل بند أو توجد على إحدى ذرات الكربون أيضاً تحتوي على مجموعات الهيدروكسيل مجموعات الهيدروكسيل اللي هو الأو إتش على معظم ذرات الكربون الأخرى إذن مجموعة الكربونيل ستكون على واحدة من ذرات الكربون المجموعات الهيدروكسيل ستكون على بقية ذرات الكربون قد تكون السكريات الأحادية إما ألدهيدات أو كيتونات ما الفرق بين الألدهدات والكيتونات؟ ما الفرق بينهم؟ الضهيد سيكون في نهاية السلسلة C دول بند O H بعد ذلك السلسلة إنما الكيتون سيكون C دول بند O بين كربون وكربون إذن هذه هي نوعين من السكريات الوحادية حسب موقع الكربونيل أين سيكون إذا كان في نهاية السلسلة سنقول عنه ماذا؟ ألدهيد أحسنتم إذا كان في وسط السلسلة سنقول سكر وحادي نوعه كيتوني أيضا بالنسبة للذوبان طبعا هي تذوب في الماء ما السبب في ذوبانها في الماء؟ ماذا يوجد فيها؟ توجد فيها مجموعة الكربونيل توجد فيها مجموعة الهيدروكسيل وهي أساسا مجموعات قطبية لذلك ستذوب في الماء إذن هي قابلة للذوبان في الماء بالنسبة للانصهار عندما تقوم بوضع السكر على النار ماذا سيعطيني؟ كراميل أحسنتم إذن هو لدينا فيه هنا ينصهر فدرجات الانصهار هنا ستكون عالية الآن النوع الأول وهو الجلوكوز لاحظ لدي شكلين شكل سلسلة مفتوح وشكل حلقي ما هو الجلوكوز؟ لابد أن تحدد نوعه هو سكر أحادي لاحظ الآن عدد ذرات الكربون قم بعدها 1, 2, 3, 4, 5, 6 إذن تحتوي على 6 إذن هو سكر سداسي أيضا ماذا موجود فيه؟ ما هي المجموعة الوظيفية فيه؟ مجموعة الكربونيل مجموعة الكربونيل تقع في نهاية السلسلة أو في الوساط؟ في النهاية إذن نوعه ألدهيد إذن هي تحتوي على مجموعة كربونيل نوعه ألدهيد لماذا هو ألدهيد؟ لاحظ أنها موجودة في نهاية السلسلة أين يوجد الجلوكوز؟ موجود في الدم لذلك يسمى بسكر الدم ومصدر للطاقة هذا هو وظيفته بما أنه موجود للدم فيعطيني مباشرة طاقة وترفع الطاقة في الجسم الآن لنركز على شكل شكل السلسلة المفتوح لاحظ هنا الكربونيل لاحظ ماذا يوجد لديه هذه الذرة الأولى هذه الذرة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة مجموعة الأو اتش على اليمين الثانية مجموعة الأو اتش على اليسار بعد ذلك مجموعة الأو اتش على اليمين في الرابعة والخامسة والسادسة لاحظ بعد ذلك في الشكل الحلقي لاحظ أين هي موجودة؟ أين هي موجودة الأو اتش؟ هنا إذن ركز حتى نقوم بعد ذلك بالمقارنة بينه وبين المركبات الأخرى النوع الثاني هو الجالاكتوز أيضا هو سكر أحادي هو سكر أحادي عد عدد الذرات الكربون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة رائع إذن هو سكر سداسي ما هي المجموعة الوظيفية فيه؟ لاحظ ما هي كربونيل إذن كربونيل هل توجد في نهاية السلسلة عام في الوسط؟ موجودة في نهاية السلسلة إذن هو الدهيد لكن ركز في مجموعات الهيدروكسيل هنا واحد لاحظ اثنين هنا بعد ذلك اثنين هنا إذن هنا اختلاف في هذه ذرة الكربون رقم أربعة إذن هنا دين اختلاف إذن يختلف عن الجالاكوز في اتجاه في ذرة هيدروكسيل واحدة ومجموعة هيدروكسيل أيد من واحدة حول إحدى ذرات الكربون الستة إذن اختلاف في الاتجاه ماذا نسميه في هذه الحالة؟ ماذا نسميه؟ نسميه متشكل إذن متشكل هل هو متشكل بنائي؟ هل هو متشكل ضوءي؟ هل هو متشكل هندسي؟ ماذا نسميه؟ طبعا هنا في الاتجاه إذن نسميه أو في الفراغ نسميه هل هو متشكل هندسي إذن لدينا النوع الثاني من السكريات الأحادي وهو الجالكتوز وهنا فرق بينه وبين الجولوكوز في إحدى الدرات ومجمعات الهيدروكسيل الآن انظر نقارن مرة أخرى نقارن مرة أخرى لاحظ هنا الهيدروكسيل ولاحظ هنا الهيدروكسيل موقعها اختلف إذن لاحظ عندما تكون في شكل حلقي ماذا سيحدث بين الجولوكوز والجالكتوز طبعا في الجولوكوز ستكون في الأسفل وفوق بالنسبة للجالكتوز وهذا يعطيني نوع من المتشكلات الهندسية بين الجولوكوز والجالكتوز إذن ستقول أن الجولوكوز متشكل للهندسة للجالكتوز أو تقول الجالكتوز متشكل للهندسة للجالكتوز كلاهما نوع الضهيد كلاهما ست درات كربون كلاهما ماذا ست درات كربون وكلاهما الضهيد وست أيضا ماذا يوجد لدينا نوعه الضهيد مجموعة الكربونين موجودة في نهاية السلسلة النوع الثالث لاحظ معي طبعاً هو يختلف عن النوعين الأولين لماذا؟ أول ما تقع عينك عليه هو مجموعة الكربونين لاحظ أنها ليست طرفية إنما في الوسط إذن لاحظ موقعها إذن هو نقول مباشرة أنه يختلف عن المركبين الآخرين في ماذا؟ في النوع أحسنتم هو كيتون إذن الفركتوز هو نوع من أنواع السكريات الأحادية كم هدى الذرات الكربون فيه؟ أيضاً ستة تقوم بعدها هي سكر سداسي أيضاً مجموعة الكربونين هي مجموعة الوظيفية المميزة فيه ولكن هنا النوع كيتون الفركتوز هو يسمى بسكر الفاكهة ركز على حرف الفا هنا نقول فركتوز موجود في الفاكهة فاربط بحرف الفا هنا يسمى بسكر الفاكهة لماذا سمي بسكر الفاكهة؟ لأنه يوجد في الفواكه الآن هو نوعه متشكل لكن بنائي للجولوكوز متشكل إنما ليس هندسي هنا في هذه الحالة سيكون متشكل بنائي للجولوكوز إذن السكريات الأحادية في محلولها المائي إما توجد في صورة حلقات أو في صورة سلسلة مفتوحة رأيناها قبل قليل عندما تكون حلقة وعندما تكون في صورة مفتوحة أيضاً السكريات الأحادية تغير شكلها باستمرار وبسرعة تغير شكلها باستمرار وبسرعة بالنسبة للتركيب الحلقية تركيب الحلقية هي الأكثر استقراراً هي الأكثر استقراراً طبعاً هي الشكل السائد للسكريات الأحادية في حالة الاتزان إذن هي تكون أكثر استقرار تكون الشكل السائد للسكريات الأحادية نعيد مرة أخرى بالنسبة للسكريات الأحادية توجد في صورة حلقات أو توجد في سلسلة مفتوحة طبعاً هي من النوع التي تغير شكلها باستمرار بالنسبة للتراكيب الحلقية عندما تكون في صورة حلقات هي الأكثر استقرار هي الشكل السائد السكرية الأحادية متى في حالة الاتزام لاحظ لدينا الآن هذه الجلوكوز بالنسبة للجلوكوز هنا لدينا مثل المثال على هذه المجموعات بالنسبة للمجموعة الوظفية ماذا يوجد فيه في مجموعة الوظفية بالسلسلة المفتوحة لاحظ بالسلسلة المفتوحة المجموعة الوظفية توجد مجموعات الكربونية فقط بالنسبة للتركيب الحلقية لاحظ لم تعد موجودة الكربونيل إنما الموجود فيها فقط الهيدروكسيل إذن تحولت مجموعة الكربونيل إلى مجموعة هيدروكسيل إذن في السلسلة المفتوحة تنصير الكربونيل واضحة وبينة لديها بالنسبة للحلقي لا ستكون تتحول المجموعة الكربونيل إلى مجموعة هيدروكسيل ننتقل الآن إلى التقويم أكمل الفقرة في أدناه باستعمال كل من المصطلحات الآتية مرة واحدة السكريات عديدة التسكر الكربوهيدرات السكريات الثنائية والسكريات الأحادية يسمى المركب الذي يحتوي على عدة مجموعات هيدروكسيل لاحظ بالإضافة إلى مجموعة كربونيل الوظيفية الموجودة في الألدهيد والكيتون هذا بشكل عام تسمى الكربوهيدرات يعد السكر البسيط أو السكريات الأحادية أبسط أنواع الكربوهيدرات إذن هذه الفقرة بإذن الله سنكملها في الدرس القادم عندما نشرح السكريات الثنائية والسكريات عديدة التسكر ضع دائرة حول أفضل رمز إجابة لإكمال الجمل أو حل الأسئلة الآتية تعد الوظيفة الرئيسة للكربوهيدرات في المخلوقات الحية كونها مصدر هل هي للنيتروجين؟ طبعا لا للهيدروجين؟ أيضا لا للمعلومات الكربوهيدرات ليس مسؤولا عن المعلومات إذن هو للطاقة هو مصدر للطاقة كم عدد ذرات الكربون الموجودة في السكريات الأحادية الشائعة؟ هل واحد؟ لا طبعا اثنين أو ثلاثة غير صحيح لأنها ستكون حلقات فكيف سيكون اثنين أو ثلاثة؟ تسعة وآشرة أيضا غير صحيح الإجابة الصحيحة هي خمسة أو ستة معظم أنواع السكر البسيطة قابلة للذوبان في الماء لأنها إذا كانت تذوب في الماء والماء قطبي لابد أن تكون أيضا المجموعات فيه مجموعة قطبية بالنسبة للمجموعات غير القطبية هنا لا تذوب في الماء ذرات الهيدروجين خطأ وذرات الكربون خطأ توجد السكريات الأحادية في المحلول المائي على صورة حلب اليمارات في المحلول المائي أم تركيب حلقية تركيب بنائية مفتوحة السلسلة أم تركيب بنائية مفتوحة السلسلة والحلقية الجواب الصحيح أنها مفتوحة السلسلة وأيضا حلقية سم متشكلين للجلوكوز لدينا متشكل هندسي ولدينا متشكل بنائي إذن الفركتوز والجالكتوز الفركتوز هندسي الفركتوز بنائي والجالكتوز هندسي السكريات أعطي مصطلحا علميا لكل من سكر الدم ما هو السكر البسيط الذي يكون اسمه سكر الدم هو الجلوكوز سكر الفاكهة اربط بين حرف الفا وحرف الفا في الفركتوز إذن هنا لدينا الجواب الثاني هو الفركتوز إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا الكربوهيدرات أنواع الكربوهيدرات ثلاثة سكريات أحادية سكريات ثنائية وسكريات عديدة التسكر أيضا أخذنا السكريات الأحادية وأنواعها الثلاثة الجلوكوز الجالكتوز والفركتوز حيث أن الجلوكوز هو متشكل هندسي للجالكتوز والفركتوز هو متشكل بنائي للجلوكوز نشاط منزلي قارن بين السكريات الأحادية الجلوكوز والجالكتوز والفركتوز من حيث الصيغة أيضا من حيث المجموعة الوظيفية وموقعها من حيث التسمية من حيث المتشكل البنائي إلى هنا طلاب ينصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحس استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم